في وزيرين من مصر في السودان الشقيق وزير النقل الفريق كامل الوزير ووزير المالية الدكتور محمد مايد وزير النقل مع وزير النقل السوداني في اجتماع وزير المالية مع المجموعة الاقتصادية السودانية في اجتماع كلموا على أفاق التعاون المصري السوداني في مجال النقل الربط السكر الحديد بين مصر والسودان ربط طرق بين مصر والسودان عندنا الخط اسكندرية أسوان يمتد الوادي حلفة ومن ثم داخل المدن السودانية عندنا النقل النهري مشروع العملاق اللي مصر بتطراحه على الدول الحوض وهو مشروع اسكندرية كيبتاون من ناحية ومشروع البحر المتوسط بحيرة دكتوريا كل هذه المشروعات بتمثل أفاق جديدة للتعاون بين الدول الأفريقية خاصة دول حوض النيل ووزير المالية مع المجموعة الاقتصادية طلب الإخوة السودانيين نقل تجربة الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الهيكلي الإصلاح في منظومة الاقتصاد المصرية والإصلاح المصرفي الإصلاح البنكي والإصلاح النقدي وسعر الصرف وكبح جماح التضخم وإلى آخره كل المرجعيات اللي تمت في مصر وصارت مرجعيات حقية في مجال الاقتصاد الإخوة السودانيين إن شاء الله يعني فيه تعاون بين الطرفين المصري والسوداني للوصول إلى نهضة حقيقية مبنية على أسس علمية وبياخدوا التجربة المصرية اللي تمت خلال السنوات الماضية كنموذج لتطبيقه في أسران